موسيقى حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها ميليشيا الحوثي تستحوذ على مقاعد كلية الطب بجامعة صنعها وتمنحها لأتباعها صحيفة فرنسية تقول صاحب أطول تجربة في حل الإزاعات يحاول مساعدة اليمنيين شرطة نيويورك تخلي ساحة تمثال الحرية من السياح بسبب امرأة وفي جولتنا الرياضية روسيا تتمنى التقدم على أرضها والإنجليز يحلمون بالمجد موسيقى أهلا بكم كان الطلاب الحديدة يستعدون لامتحانات النهائية قبل أن تطرق الحرب مدينتهم وقبل أن تحفر شوارعهم وتقيم ميليشيا الحوثي نقاط تفتيش فيها عن نوايا الأهالي وبينهم الطلاب الذين أصروا على إكمال عامهم الدراسي عن هذا عنوان موقع يمن مونيتور حرب الحديدة تجبر الطلاب الثانوية على النزوح إلى صنعاء لأداء الامتحانات وقال الموقع أن القتال في مدينة الحديدة الساحلية دفع نحو ألفي طالب بالمدارس الثانوية للفرار إلى العاصمة صنعاء لأداء امتحاناتهم يضيف الموقع مستندا إلى وكالة رويترز الطلاب النازحون خاضوا رحلة شاقة مدتها ست ساعات عبر طريق جبلي تحفوه مخاطر الألغام الأرضية والقصف الجوي حتى الوصول إلى صنعاء وقال الطالب النازح أحمد شوقي كنا في بلادنا في الحديدة هادئين لا نبحث عن الحرب ولا عن أي شيء فجأة تندلع الحرب ونضطر للنزوح إلى صنعاء ما أثر في التعليم والمعيشة وكل شيء وقال علي السقاف وكيل أمانة العاصمة في حكومة ميليشيا الحوثي يتم استقبال ما يقارب ألفي طالب وطالبة وتم توزيعهم على مدارس أمانة العاصمة وكذلك استقبالهم في المحافظات الأخرى القريبة من محافظة الحديدة تقول رويترز في تقرير نشره الموقع في مدرسة سيف بن ذيازن بصنعات تجمع طلاب النازحون قرب مكب للنفايات بجوار بوابات المدرسة انتظارا لتأدية امتحاناتهم وتنتشر في الشوارع الضيقة المجاورة رسوم غرافيتية سياسية تحتفي بالمقاتلين الحوثيين كجنوبي لا يعتبر الجهة وطنا ولا تدمير حياة الناس فعلا مقبولا ولا مستزاغا أقول بغصة وألم يكفي فمخزون الجنون الذي ندخره يكفي لتدميرنا لعقود لقد عاش آباؤنا عذابات الجنون الماضي وصراعاته فهل علينا أو على أبنائنا السير في نفس الطريق؟ هذا مقتطف مقال كتبه يسلم البابكري ونشره موقع الصحوانت مضيفا في أجزاء من المقال من جديد يعود قرع طبول الحرب في عدن على الأقل في الإعلام ووسائل التواصل والحرب تبدأ دوما بالكلام في وقت كهذا نحتاج إلى تجرع مرارة الصراحة التي تقول أن الأرضية للصراع في عدن قد هويت بشكل مناسب عبر العبث بوعي الناس ليكون قابلا لامتصاص الخداع والتضليل في يناير الماضي شاهدنا مقاتلا يهتف ويكبر على جثة أخيه ويرقص عليها ويشتم وآخر يطلق الرصاص على صورة الرئيس مع التلفظ بكلمات سيئة تعبئة للقتل والقتال يومها قتل عشرات الجنوبيين في حرب الأخوة كل ذلك وترفا الصراع أشقاء الوطن والدم ثم تسأل لما كانت تلك الحرب؟ فلا تلقى جوابا لأن اليسار الطفولي كان هو من أطاح بأول رئيس في الجنوب بعد الاستقلال الرجل الوطني المعتدل قحطان الشعبي وزج به في السجن هو ورئيس الحكومة فيصل عبداللطيف ليخرج جثثا هامدة ثم بقي يدور في بركة مليئة بالدماء أغرقت الرئيس سالم ربيع ثم اتصلت من مجازر يناير المشؤوم هذا النهج الطفولي يتشكل اليوم في صورة أسوأ وأفضع وأعنف كل المبررات التي ستساق اليوم لإشعال جثوة صراع دموي جديد في حدن لن تختلف عن سابقاتها حزم من الأكاذيب للعبث بعقول البسطاء وضخ للزيف التي سيجد عقولا فارغة تتشربه دون أن تقف للحظة ببصيرة تعمل فيه العقول والضبائر لتجده زيفا قاتلا مدمرا نشرت صحيفة الأيام الصادرة في عدن تقريرا خاصا أكدت فيه إقدام عدد محدود من موظفي مطار عدن على اقتحام مكتب المدير العام لرفضه قرار رئيس الجمهورية الذي أعاده إلى عمله بعد القرار الذي أصدره وزير النقل بتغييره في مخالفة للقانون واستندت الصحيفة إلى بلاغ لموظفي وعمال المطار قالوا فيه إن مجموعة من موظفي قسم الإطفاء والإنقاذ هم من اقتحموا مكتب المدير العام ووجهوا له ألفاظا لا تليق وهددوه دون أي وجه حق وعبر البلاغ عن استهجان كافة الموظفين لهذا التصرف معتبرين أن من أقدم على ذلك العمل لا يمثلون موظف المطار ولا يعبرون عن آرائهم دعا مستشار رئيس الجمهورية عبد العزيز جباري إلى إعادة النظر في حجم المأساة والكم الهائل لعدد قتل الميليشيا من المغرر بهم من قسم واحد في جامعة ذمار وضف جباري في تقرير نشره موقع سبتمبر نيت حولت الميليشيا الحوثية جزءا كبيرا من أبناء ذمار إلى قاتل ومقتول موقع سبتمبر نيت قال أيضا إن حقيقة المأساة التي سببتها الميليشيا الانقلابية في الآوينة الأخيرة تظهر من خلال معارض الصور التي تقيمها في أكثر من منطقة لضحايا مشروعها الطائفي يفيد الموقع أن مؤشر آخر لزيادة عدد القتلى من خلال افتتاح معاملة خاصة بصور قتلى الميليشيا الانقلابية تعمل على مدار الساعة لإطباعة الصور في أكثر من محافظة حيث لم يعد يهم الميليشيا الضحية بقدر ما يهمها صورته ماذا يحدث على مقربة من عدن وداخلها يحاول أحمد ناصر حميدان الإجابة والوصول إلى جزء من حقيقة أصبحت أنذر ما يمكن العثور عليه وقال الكاتب في مقال نشره موقع يمن مونيتور اليوم يتفخر الجنوب أن أبنائه يقاتلون في جبهات شتى لتحرير اليمن من الكهنوت وسطروا ملاحم بطولية سيسجلها التاريخ في أنصع صفحاته مهما كانت عقيدة قتالهم يبرهنون دون شك أن الجنوب ليس مناطقيا أو عنصريا وأنها مجرد نزعات لمكون لم يصل بعد لوعي يمكنه من تجاوز الماضي مكون بعقلية لازالت قابعة في دور الضحية وتعيش وجس المؤامرة وعدم الثقة بالذات والآخرين ولازالت تعيق التوافق للخروج الآمن لمستقبل يرضي الجميع المصف ما يحدث للنازحين في نقاط التفتيش لدخول عدن للأسر والأطفال والنساء والشيوخ للمهانة والذل والهوان والفرز المناطقي والسلوك العنصري تصرفات تخدم الكهنوت وتقدم له مقاتلين بالمجان مقورين وجدوا أنفسهم منبوذين عودتهم لحضن الكهنوت هو انتحار يرونه خيرا من المهانة والذل والهوان على مشارف عدن وهم يتطلعون للتفاؤل ويستبشرون خيرا بالحرية والتحرر واليمن الاتحادي ويصدمهم واقع النقاط العسكرية والغنصرية والقادر على الدخول لعدن يصدم أيضا بواقع عدن وخدماتها وتعدد الكيانات المسلحة والثقنات العسكرية وحجم الأطقم المنفلتة ولزالت الاغتيالات والمداهمات والاعتقالات والتفجيرات والتطرف وإحراق الكافهات عن أي دولة يتحدث هؤلاء عن الدولة الدكتاتورية والشمولية والاستبدادية والعنصرية أم عن دولة مخرجات الحوار دولة المواطنة والحرية والمساواة والإنسانية دولة تستوعبنا جميعا بمختلف أفكارنا وتوجهاتنا نتنافس فيها بشفافية في انتخابات نتبادل فيها السلطة سلميا والشعب هو صاحب الإرادة في استفتاء يحسم كل الخلاف والاختلاف ولا سلطة لغير الشعب أغلب من يعالجون اليمنيين مستقبلا لن يكون أطباء مؤهلين لأنهم قادمون من الجبهات وليس من كليات الطب وفقا لماذا نشرها موقع عدن الغد والذي عنوان جماعة الحوثي تستحوذ على مقاعد كلية الطب بجامعة صنعاء وتمنحها لأتباعها وفادت مصادر مطلعة في جامعة صنعاء أن ميليشي الحوثي الإنقلابية استحوذت على غالبية مقاعد الطلاب في كلية الطب ومنحتها لأتباعها وأعلنت جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيات الإنقلابية أسماء الطلاب المقبولين لكلية الطب وسط اتهامات لها بالاستحواذ على مقاعد الطلاب لصالح المقربين منها وذكرت المصادر أنه تقدم لامتحانات القبول في كلية الطب بالجامعة نحو ثمانية آلاف طالب وطالبة تم قبول مئة وخمسين فقط جلهم من الحوثيين وكان أحد مناصر ميليشي الحوثي قد تحدث أمس لموقع إخباري وقال متباهيا أنه تم قبول شقيقه الأصغر في كلية الطب رغم أنه متواجد في واحدة من جبهات القتال منذ أشهر إذن بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية لضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة ابقوا معنا أهلا بكم الجديد صحيفة العرب الجديد قالت بأن مؤشرات التوتر بين الحكومة اليمنية والمجموعات الانفصالية المدعومة من الإمارات في مدينة عدن عادت بعد سابعة قليلة من عودة الرئيس هادي إلى المدينة والذي اضطره الصراع مع الإمارات لمغادرتها لما يقرب من عام ونصف العام سرعان ما عادت مؤشرات الخلاف خلال الأيام القليلة الماضية الأمر الذي ارتفعت معه المخاوف من جولة جديدة من الصراع في المدينة قد تنهي التقارب المؤقت بين الشرعية وأبوظبي والذي استمر لما يقرب من شهر وأكدت مصادر محلية في عدن للعرب الجديد أن أجواء التوتر عادت خلال الأيام الثلاثة الماضية بالتزامن مع عودة رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي عيد روسة زبيدي من الإمارات وتحركات أخرى كشفت عن استمرار تمرد القوات المدعومة من أبوظبي والقريبة من الانفصاليين على توجيهات الحكومة الشرعية عقب الحديث في الأسابيع الماضية عن لقاءات تنسيقية بين القيادات الأمنية الموالية للحكومة والقادة الإماراتيين في سبيل تنسيق الجهود الأمنية وإنهاء مظاهر الخلافات وفقا للمصادر فقد رفض القائمون على حواجز أمنية تابعة لما يعرف بقوات الحزام الأمني الموالية للإمارات على مداخل عدن تخل عائلات نازحة من الحديدة وتتدرع هذه القوات بالانتماء المناطقي لمنع العائلات من الوصول إلى عدن على غرار ما حدث في أشهر سابقة من مضايقات تطال القادمين من المحافظات الشمالية بدوافع انفصالية في صحيفة لاكوال فرنسية تتناول الصحفية ماريان مونيي موضوع زيارة المبعوث الأممي لليمن بعنوان الأمل على المحاك في اليمن وتقول يقع عبء تقيل مثخن بالعديد من المآسي البعيدة على كاهن مارتين جريفث فلدى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن تجربة طويلة في حال النزاعات بقدر ما لدى أسلافه في هذا المنصب الدبلوماسي العالي وعلى الرغم من جهود من سبقوا إلا أنه وإياهم شهدوا جمود الحرب وزيادة الإصابات في صفوف المدنيين وتدهور الوضع الإنساني في أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية تتساءل الصحفية مونيي هل يتمكن البريطانية الذي كانت دبلوماسيا في المملكة المتحدة من النجاة من الإحباط وتتابع غالبا ما يلبس بدلة سوداء وجبيله ناصع البياض طاف اليمن لمدة ثلاثة أيام تحت حراسة مشددة لديه أولوية ذكرها في إذاعة الأمم المتحدة وهي تجنب الهجوم ضد الحديدة في المستقبل القريب ستكون مهمة مارتين جريفث هي إيجاد حل وسط بين الحثيين والتحالف حول الحديدة فالحثيون يرفضون التخلي عن أي قطعة بينما على العكس يطالب التحالف بانسحاب غير مشروط للحثيين من الميناء والمدينة الديمقراطية والتنمية ركزتان للمستقبل والشراكة مع هذا العالم تحت هذا العنوان كتب مصطفى الفقه مقاله في الحياة اللندنية يعيش العرب على أرض الديانات والتقاء الثقافات لذلك فإن الميراثة التاريخية طويل وثقيل ولد العرب ركام ضخم من تركمات العصور واختلاف أنماط الحياة وأساليب الحكم فليست المنطقة العربية إلا ورثة للفرعونية والأشورية والبابلية والفينيقية حتى التحفت دولها بالعروبة واعتصم معظمها بارتباط قومي يجعلهم جميعاً أبناء لتركيبة منصاهرة تشكلت بهم أمة واحدة من فرط ما لديهم من أسباب التوحد نجد أن عوامل الاختلاف ومظاهر الصراع تدب في المنطقة على الدوام ولو أن الدول العربية دول جديدة حديثة نشوء قريبة عهد بمفهوم الدولة ومظاهر السلطة لكان الأمر سهلاً على من يريد ولكن الوضع العربي مختلف لأنه يضم دولاً ذات ماض بعيد ينعكس عليها من حين إلى آخر سياسة وفكراً وثقافة إن الديمقراطية والتنمية ركيزتان يصعب الاستغناء عنهما فالديمقراطية هي الطريق للحرية السياسية والتنمية هي السبيل إلى الحرية الاقتصادية ويؤسفنا أن نقرر أن هاتين الركيزتين متعثرتان في عالمنا العربي لأسباب ليس هذا مجال الخوض فيها وذلك على الرغم وجود بعض الومضات الإصلاحية التي تظهر من حين لآخر وفي ظني أن الفكاك من التخلف والانصراف نحو المسيرة العصرية ليس أمراً مستحيلاً فقد سبقتنا إليه أمم أخرى هي أحدث منا وليس لديها رصيد حضاري مثل الذي لدينا كما أنها دول لا تملك موارد طبيعية ولا بشرية مثل التي يملكها العرب فلماذا تخلف عن رقب المستقبل إذن؟ إن السبب في ظني يرجع إلى غياب الإرادة السياسية وضعف المشاركة الشعبية وقصور الإحساس بالانتماء للأرض والوطن صحيفة البيانت عنوين شرطة نيويورك تخلي ساحة تمثال الحرية من السياح بسبب امرأة وفي التفاصيل الشرطة أنزلت امرأة من على قاعدة تمثال الحرية الحجرية بعد أزمة استمرت ثلاث ساعات وفرضت إخلاء المعلم الشهير في نيويورك من آناف السائحين في يوم الاستقلال ولم تستطع السلطات تأكيد ما إذا كانت المرأة ضمن مجموعة من المحتجين حملوا في وقت سابق لفتة تدعو إلى إلغاء إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية على قاعدة التمثال احتجاجا على سياسات الهجرة وظهر في لقطات تلفزيونية ضابطان يقتربان من المرأة ببطء ويمسكان بها بينما تشبثت بأحد جوانب التمثال وقبل ذلك بدقائق خلعت المرأة حذاءها الرياضي وحاولت تسلق التمثال لكنها فشلت وقال المتحدث باسم جهاز المتنزهات الوطنية لرويترز عقب انتهاء الأزمة احتجزناها وديا وسلميا ودون أن تلحق بها أو بضباطنا إصابات نحمد الله انتهى كل شيء الآن رياضيا البي بي سي تكتب عن ما يجب أن تعرفه عن دور الثمانية حيث سينطلق يوم الجمعة المقبل مباريات الدور الربع النهائي لكأس العالم لكرة القدم المقامة في روسيا بمباراة فرنسا وأورغواي على ملعب نيجي نوفغرود وتقام مباريات هذا الدور على يومين يشهد كل منهما مبارتين فيلتقي مساء الجمعة منتخباء البرازيل وبلجيكا ويوم الأحد تقام مبارتان الأولى بين السويد وإنجلترا والثانية بين منتخبي كرواتيا وروسيا فرنسا للدور الربع النهائي بعد الفوز على الأرجنتين في دور الستة عشر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة شهدت تألقا لافتا للنجم الفرنسي الشاب كيليان إمبابي أما الأورغواي فتصدرت المجموعة الأولى بتسع نقاط من الفوز على كل من السعودية ومصر وروسيا لتواجه البرتغال في دور الستة عشر وتفوز بهدفين مقابل هدف وحيد وسيواجه الفائز من فرنسا أورغواي الفائز من المباراة التي ستقام في نفس اليوم بين البرازيل وبلجيكا في الدور النصف النهائي للبطولة من صحيفات الجارديان البريطانية نقلنا لكم لقطات مختارة من أحداث وقعت في مختلف أنحاء العالم نتابعا ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر هذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتين إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر